السيد هدره في الصوم هدره عطيته دناز سنة عطيته دناز سنة ولا عطيته عشرين سمعته وفين هاروت وقف هنخرجنا في الكبل في الويد في الافين سبنالك عندك سبنالك عند كيف سميه هذاك العام هذاك رئيس كمورية العام جينا القصر الرئاسة فات ربعين خطرة جينا تالي إبراهيم ستالي خطرة جينا ويسار طيفاء عشرين خطرة يعني انتا يعني واحد يهدر في الصوم تردلو ويعني محاربيا قيمت مئات الف قاعدة تخرج لللود وتخرج للواد وتخرج للأنتبل مش ناشا مش ناشا سيئة الرئيسة ما قلتش هذو ناس خولبو ناس بسيكاتر الناس قلت بات في أنتبل الناس قلت تكسل الناس من يعطيهم حقا كبروا كبروا الناس من ديو وقد نقولك عيش كاري مبارك هنا لا ما قلناك جيسي تبون ماذا تبون مأسات مأسات حقيقة لقدم الجيش مأسات بكل ما تعنيه الكلمة وكثير منهم رحم كثير منهم الانتحر كثير منهم الاهبل كثير منهم هو يقولك هنا الناس ملت بسيكاتري معنى الناس رهي مصابة في عقولها الأمراض النفسية عندهم تقريبا كلهم تقريبا كلهم مرضى عندهم أمراض نفسية على استثناءات لكن هنا قال نقطة هذا المتحدد قالك الناس كانت بات في الجبل الناس كانت تقتل رأوا كثير لرحم عذبهم ضميرهم لأنهم كانوا يقتلوا نعم كانوا يقتلوا كانوا يعتقدون رحم يدافعوا الوطن كانوا يعتقدون رحم يدافعوا للبلاد وعلى الجمهورية تبين لهم الآن مما لا يدع مجال للشك والطريقة اللي رحم يعملوا بها يعملوهم بها يفهموها الآن وفهموها مليح أنهم لم يكونوا يدافعون عن الجزائر ولا عن الجمهورية الجزائرية ولا عن الشعب الجزائري ولا عن الوطن الجزائري إنما كانت هناك كمشة من الجنرالات فتحت الجحيم على الشعب الجزائري وطحنت أبناؤه جزء رئيسي منهم في القوات المسلحة جيش شرطة مخابرات درك منشعر مقاومين إلى آخره وجزء آخر تهم بأنهم إسلاميين أو حملوا سلاحة أو ما حملوش وطحنوا البلاد وأكثر من 250 القتيل ومئات الألاف من الجرحى ومن الذين دخلوا السجون وأكثر من 2 مليون تنقلوا أو نزحوا من أراضيهم ومن أماكنهم كثير من هذه المراكز القزديرية هذه رهي نابعة مما حدث من مجازر وأكثر من 2 مليون غادروا البلاد نهائيا وهذه اللي حدثت فيها المجازر بالمناسبة عفوا إخوان اللي حدثت فيها المجازر كثير منهم نهبوا أراضيهم وحولت إلى أرباب أصبحوا أرباب البلاد مدنيين وعسكريين خلفهم عسكريين وبلسية نقول بوليسية يعني كبار ضباب ولذلك أقول لإخواني هنا مرة أخرى نكررها لو نعودها مدامكم أحياء الذين حملوا السلاح في الجزائر فليتوبوا إلى الله الذين قتلوا الناس فليتوبوا إلى الله خاصة من خدعوا ولم يكونوا بقناعاتهم أو بأفكارهم اللي هما قدما الجيش إنما قالوا لهم أن هذا هو المصار لكن نطلب من الجميع أن يتوبوا وأن لا يعودوا لأن العصابات هذه رهي مشاريحة هو العنف فقط وأنهم في لحظات معين يشوفوا البلاد رايحة تروح من يديهم ممكن يدوها للعنف ولذلك انتبهوا جيدا أن العنف بالنسبة إليهم هو مثل الأكسيجين بالنسبة للإنسان العادي الماء بالنسبة للسمك هؤلاء أقدار وقد خاضوا حربا قدرة ضد الشعب الجزائري أدعو إخواني اللي أنا يعارف رأكثير من هما يتحركون من قدما الجيش أن يفهموا أن المشكلة ليش فقط مادية نعم عندكم مشكلة رئيسية هي قضية حقوقكم المادية وهذه حقوق تعويضات بالنسبة للجماعة الاستبقاء بالنسبة للجماعة لديهم بالسيب بالنسبة للجماعة لزادهم سنوات بالنسبة للجماعة اللي معطاوهمش حقوقهم اللي خرجوهم مشطوبين اللي خرجوهم ظلما وعدوانا اللي خرجوهم بدون حقوق هذا وكلكم من حقكم وحتى المتقاعدين اللي رأهم الآن يعطونهم تقاعد رأه تقاعد ضعيف جدا ما يقطي ولا شيء أقل من 150 أورو في الشهر آخر واحد من العصابات يمدها بوربوار في أماكن اللهو والزهو والعبث لكن دائما نديروا في بالكم أيضا أن هناك أمور أخرى إخلاقية ومعنوية واللي فيكم كما قال اللي أخذ ويتكلم قال أنا كنا اللي كنا في الجبل وكنا نكتله عودوا على هذا القتل واللي يعرف واحد أسرة واحد قتلهم أو دار مجزرة أو شارك فيها أو يتوب أنا نقولها لكم الآن رأي ربما كالي ما تعجبوش منكم لكن لاحسا تسمعوها الآن في هذه الدنيا خير من لي يوما ما عندما تلقى ربك يسألك عن دماء رأوا رأوا كل شيء ممكن ممكن الله سبحانه وتعالى يغفره إلا قضيتين ليشراك به والدماء المحرمة ولا زوال الكعبة عند الله أهون من قتل امرئ المسلم بغير حق زوال الكعبة مش زوال المسجد أو زوال زاوية الكعبة تزول خير من يموت إنسان يقتل ظلما وعدوانا أو تقتل إنسان ظلما وعدوانا فأنا أنصحكم في هذه الدنيا أن تتوبوا إلى الله أولا وأن تطلبوا المغفرة والسماح والعذر إذا كنتوا الناس تعرفوهم لأن العصابات دفعتكم إلى الجحيم ورأى الكثير منكم يدفعوا فيها من عقولهم ومن نفسهم ومن حياتهم وهم رأى عايشين في ألف ليلة وليلة عايشين في القصور والفلات والإبيسين والسيارات آخر طيراز والطائرات رأي حجية واللور والدولار وما يخلوكم حتى تفوتوا يعني ويجيبوا لكم صحابكم لرأى من الآن في الثكانات يجيبوا لكم يضربوكم ولذلك أنا من هنا أيضا أقولها لهؤلاء خاصة نجمعة الدرك لأنهم في الغالب يخرجون نجمعة الدرك ومرات هلاجئوا أيضا لبعض العسكريين ما تضربوش خاوتكم هذون اللي طالبوا بحقوقهم نرىك يوما ما ستجد نفسك في ذلك الوضع أو أسوأ مش معقول أن هناك جنرالات يغرفوا من البنوك كما يريدون يملكون الفلات والعقارات والشركات والزابارتمو والسيارات وأولادهم لديهم شركات وأملاك في الداخل وفي الخارج وهناك من لا يجد خبز لولاده وهناك من اللي ما عندوش مدخول أنت ألف دينار في الشهر أعرف بعض هؤلاء القدماء بعضهم والله مع طاوله سنتيم واحد سنتيم واحد لا يتقباه واستغربت كيف ما يعطيكم سنتيم واحد قال لك هكذا ما عجبناه مش في لحظة معينة يخرجك مش طوب بدون حقوق بعضهم منهم قضى عشر سنين 12 سنة وهو في السلاح ويبات في الجبال ويعس على هؤلاء السفهاء اللي اليوم رأم يتعاملوا معاكم بالمطرق وبالتخويف وبالتجويع وبالتقسيم ويقسموا فيكم ويصلكم في الأذناء بمتاحهم يجب أن تجتمعوا على قول واحد أنكم تطالبون بحقوقكم المشروع لو كانت طالبوا بشيء غير مشروع أنا شخصيا سأعترض عليه ونعترض لكن مدام حقوق مشروعة إخوانكم في الثكانات وفي الضرك تواصلوا معاهم باش ما يقمعوكمش لأنها موش شاشنغريحة ولا الجنرالات اللي رامشدين الملفات أو هما اللي رحين ينزلوا هذا كراوي يقعد من هي هو جه التقارير وممكن يشوفك من إلى قرب قربت من المكتب ويشوفك بلاجيميل من المكتب وطبعا عندهم حتى الكاميرات اللي يتصوركم لليكوبتير وتوصلوا هو قاعد يتشارج تلفزي في النهاية المطاف شباب مثلكم كما كنتم شباب تسعينات يخرج لكم شباب نتع هذه الفترة ويقمعوكم ويضربوكم وشيفنا مرات وصلت إلى الواحد يحاولوا عينه وواحد ضربوه وواحد سجنوه وكان حتى وين وقعت أعتقد حتى قتيل